يعني ربما الأستاذ راشد الغنوشي يقصد المتشددين لا يقصد الإسلاميين فالمتشددين في كل مكان في كل مجتمع يشكلون خطرا على هذا المجتمع وليس الإسلاميين نعم طيب ولكن أنتم اليوم تقاتلون هذه الفئة في سيناء صحيح بس هذه الفئة لا نصفها بأنها إسلامية لكن تحمل الفكر الذي يقتل هو مجرم يمارس الإرهاب يمارس القتل يمارس إراقة الدماء هذا ليس بمسلم وليس بمجاهد المجاهد هذا يقاتل عدو الله وعدو المسلمين في العرف والشرع الإسلامي لا ينطبق عليه لفظ مجاهد أو جهادي ولا ينطبق عليه لفظ مسلم اليوم هناك حركة من بعض الفعاليات برفع دعوة قضائية على قناة فضائية هي قناة الناس اللي بثت أجزاء من الفيلم المسيء لرسول صلى الله عليه وسلم هل ما رأيك بهذه الدعوة؟ أنا رأيي كما قلت في البداية اللجوء للقضاء ليس عيبا وحبذا لو حللنا مشاكلنا باللجوء إلى القاضي فالقاضي هو حكم بين الجميع ولا بد أن نرتضي حكم القاضي في النهاية فالحكم كما قلت هو عنوان الحقيقة أنا لما سألتك على إسلام عفيفي قلت هل ترضي بأن تمس هيبة الرئيس؟ برأيك أي مثير للبلبلة وللأمن القومي للأمن الوطني في مصر؟ ما حدث بعد نشر هذا الفيلم على كافيزيون مصر؟ ماذا حدث؟ أنا لا أدري ماذا حدث؟ المظاهرات في مصر؟ لا أنت تقصدي الفيلم في أمريكا وليس في مصر الذي أثار المظاهرات في مصر ليس نشر مقاطع من الفيلم في مصر من اللي سمع فيه معالي الوزير؟ يعني اليوم إذا بتسأل من رأى وهو لو كان بأمريكا هذا الفيلم؟ هو موجود على اليوتيوب؟ موجود على الإنترنت؟ لو لم أنت ترى بأن القناة الفضائية حتى لو لم تنشره كان بيكون نفس الشيء؟ هذا ليس فيلما مسيئا هو فيلم كاذب يعني الإساءة لفظة ضعيفة لكن أنا أقصد يا أخت زينة أنا هنا لا أخطأ ولا أصور عندما تنشر ألا تساهم بالتحريض؟ أليست هذه واجبات الدستورية وواجبتك كوزير إعلام بأن تحافظ على أمن مصر من أي شيء؟ اسمحي لي أصلا أنا سلطتي لا تمتد للقنوات الخاصة القناة التي ذكرتيها هي قناة خاصة وكذلك قناة الفراعين التي أغلقها أو أغلقتها هيئة الاستثمار ليست تابعة لي أنا لم أصدر قرارا بإغلاق الفراعين ولم أصدر قرارا بالإبلاغ عن القناة الأخرى أنا أقول لك سلطتي تمتد فقط لإعلام الدولة 33 قناة و76 إذاعة وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وأيضا نحن مساهمون في الشركة المصرية للأقمار